قناة المسلم أخو المسلم الدعوية ضوابتك للعلم النافع الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فمعاشر الفضلاء والفضليات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته في هذه الحلقة وقفة مع عمل صالح وعبادة شريفة يعظم شأنها في شهر رمضان ألا وهي عبادة الدعاء فإن الدعاء عبادة عظيمة يحبها الله عز وجل ويحب أهلها في كل زمان وعلى العبد أن لا يمل من دعاء الله سبحانه وتعالى فإنه في عبادة عظيمة ومع ذلك فمن دع الله عز وجل وسلم من موانع إجابة الدعاء فإن الله يجيب دعاءه إما بأن يعطيه ما سأل وإما بأن يعطيه خيرا مما سأل وإما بأن يصرف عنه سوءا وإما بأن يدخر ذلك له منزلة في الجنة ويعظم شأن الدعاء في رمضان فإن الله عز وجل قال في وسط آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون قال العلماء جاءت هذه الآية في وسط آيات الصيام للدلالة على أن الدعاء يعظم في شهر رمضان وقد ثبت بمجموع الأحاديث أن للصائم دعوة لا ترد حال صيامه في كل وقت صيامه منذ أن يمسك عند الفجر إلى أن يفطر فدعاؤه لا يرد ودعاؤه مقبول مجاب من الله سبحانه وتعالى فيدعو الصائم عند أول صيامه ويدعو في وسط صيامه ويدعو إذا أفطر وهذا وقت العثق من النيران في كل ليلة فيحرص الصائم على أن يجتهد في الدعاء عند وقت الفطر عندما يقترب أن يفرح بفطره ثم يدعو أيضاً بعد أن يفطر يدعو بعد أن يفطر ويسأل الله عز وجل أن يتقبل منه ويقول ذهب الضمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المكترين من الدعاء الذين يتقبلوا منهم ويجيبوا سؤلهم والله تعالى أعلى وأعلم وصلى الله على نبينا وسلم جزى الله معالي الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه